سمعوا معي مزيلا لها تلقي سالكي عودها الشيخ الميصري ستستفدون منها بزاف تفرج في هذا الفيديو حتى النهاية قال لي شيخ في مجال اسألك سؤال تقوله تفضل قال لي اخذ راحتي تقوله اخذ راحتك قال لي في عشر تلاف خطأ في الاسلام ما لقين عليهم جواب هيك دغري تقوله عشر تلاف خطأ لي عشر تلاف خطأ وفي 2500 خطأ لغوي بالقرآن الكريم 2500 خطأ باللغة العربية بالقرآن الكريم وما لقينا جواب لحد الآن قال لي انا دارس فلسفة قلت له انت دارس فلسفة مو شغلتي هاي قال لي اي دارس فلسفة قلت له شو يعني الاستقصات بالفلسفة قال لي ما بعرف قلت له شو يعني العقل المجرد قال لي ما بعرف قلت له شو يعني العموم والخصوص المطلق قال لي ما بعرف قلت له لا تقول لحدا انك دارس فلسفة بيناتنا هو طبعا هو بيجوز رب العالمين ساقه الي بشغل اختصاصي لا يعرف سألت الله في مجالة ماذا الـ 2500 خطأ لغوي ؟ سألأ سألك سؤال ماهو سألأ إذا مثلا في واحد يقولي فيي ياباني سألأ هذا لا يقولي ياباني يخربط بالياباني عندما تقول يخربط فيي معناته أعرف أن أقولي ياباني أو لا رأيني أحكم عليه أن يخربط فيي بإذا لم يقولي ياباني لا يوجد ؟ سألأ الحكم على الشيء فرعنا عن تصوره أنت تقول أن هناك خطأ لغوي بالقرآن أنت تعرف باللغة العربية هو ما يعرف ماchnittما أدروس شيخ سيؤ والحال والرسل والعتياط وبما تقول لأحدا أنك دارية لغة عربية مثل الفلسفة قلت له يا أخي الكريم الله يرضى عليك مصيرك سهل عليك عادي يعني أنت تفوت على جهنم عادي قال لي لا قلت له عم تقول في 2500 خطا طيني خطا واحد طيب خليني رد لك عليه بجوز أنت ما بتعرف اللغة قلت له أنا وسبحان الله أنا حامل بإيدي كتاب ضوابط المعرفة للدكتور عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله هو كتاب في المنطق والمناظرة قلت له ليك وأنا بدرسي المادة شغلتي لا أنت بتعرف فلسفة يا أخي ولا بتعرف لغة عربية ولا بتعرف لشي سهل عليك أن تخطئ كلام الله قلت له بيسألك سؤال قال لي شو قلت له مين أقدر على تخطيئ العرب نحن ولا أبو جهل وأبو لها بالفصحاء يعني هلأ إذا واحد يحكي إنجليزي مين أقدر يقول هذا الإنجليزي صح أو غلط واحد بريطاني أمريكي ولا واحد سوري عربي البريطاني أقدر قلت له شو رايك ولا واحد مشرك من العرب الأقحاح قال القرآن فيه خطأ واحد ما حرصهم على أن يخطئوه قلت له أبو جهل ما قال أنت قلته أبو جهل احترم حاله قال لك والله القرآن كلام فصيح لأنه أنا عربي بس أنت يا أخي ما عم تحترم نفسك طبعاً تكلمت معه شي نص ساعة أنا ما عم بحكي شي بس عم بحكي له مصطلحات علمية مصطلحات علمية هو حس حاله قاعد مثل ما بيقوله كالحاشة لله يعني بس كالعصفور في مخلب النسر وقع تمام ما بيعرف شي قلت له يا أخي لا يكون مصيرك عليك هينا القرآن فيه أخطاء القرآن قال لي مثلاً يا أخي طبعاً طال الحديث بيني وبينهم قال لي مثلاً يا أخي في قواعد متفق عليها مو موجودة في القرآن قلت له شو هي قال الإنسان مكرم الإنسان معظم الإنسان محترم مين ما يكون يكون قلت له موجود بالقرآن ولا قد كرمنا بني آدم قلت له أنت بني آدم حتى أنت مكرم عند الله اليهودي بني آدم مكرم عند الله المشرك مكرم عند الله ما قالت الآية وَلَا قَدْ كَرَّمْنَا الْمُسْلِمِينَ قالت وَلَا قَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ طبعاً هو يتكلم صدقاً يا أخوانا أنا خالي الذهن بس رب العالمين جل جلاله والفضل له يسوق الجواب ذهني شلون يطلع الجواب ذهني أنا لا أعلم ليش لأنه أنا لازم أتحقق أنه أنا ما عندي شيء ما عندي شيء قال لي مثلاً هاها ذكرت خطأ بالقرآن تلوه شو؟ قال لي هاي ينبيني يعني ليس عليكم جناح يعني أنا بقول لك ما في مشكلة أنت تاكل من بيتك يعني شو هالفائد اللي استفدناها تلوه يا حبيبي والله يا أخوتي يمكن قارئ المعلومة قبل بيوم عن نفس القضية والله تلوه هذا أسلوب اللغة أنت بتقول له واحد لا جناح عليك أنك تستعمل سيارتك كما أنه لا جناح عليك أنك تستعمل سيارة غيرك إذا أذن لك فالأولى متفق عليها والثاني مختلف فيها فيقدم المتفق عليه وينقل إلى المختلف فيه بتقول لي في مجال أستعمل جوالك بيقول لك كما أنه في مجال تستعمل جوالك في مجال تستعمل جوالي فأذكر المتفق عليه فالقرآن بيقول ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم بعدين قال بيوت آبائكم أخوالكم أعمامكم مفاتحه أو صديقكم فذكر المتفق عليه وانتقل إلى المختلف فيه وهذا أسلوب لغوي بليغ أبو جهل بصم عليه قال لك والله كلام فصيح أبو لهب بصم عليه أنت عم تقول فيه أخطاء قلت له أنت تسمع مني قال لي شو قلت له رجعت له بالعلم من أول وجديد أنت لا تعرفه شيئا قلت له أنت فايت على دكتور متخصص قلبية تنقشه بطب القلبية وأنت لا تعرفه شيئا بتقول له أنا متخصص بطب القلبية وصرت تحكيله عن البطين الأيمن والبطين الأيسر هو قاعد وصافن فيك لا يخلص تتحكي حكي قال لك أنت عم تخبص مثل مرة في واحد ألقى محاضرة بمسجد أنا موجود يا أخوانا حكث 45 دقيقة عن أمراض الدم طيب يا أخي الكريم أنت شيخ صح أحكي بالدين لا تعكي بغير اختصاصك 45 دقيقة طبيب جالس بالمجلس بس خلص قال له شيخ في مجال إليك شغله قال له شو أنا والله واقف قال له كل شي حكيته عن أمراض الدم خطأ قال له أنا دكتور قال له هذا حكي من عندك طب يا أخي الكريم قال لا تتكلم فيما لا تعلم فتتهم فيما تعلم وسطة الرسالة مهمة إلى هناك نكون وصلنا نهاية الفيديو لأجبك الفيديو خليه لايب ونالأراضي وكفي الكومنتار تهلاو